السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين إلهي الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسلين وآله وصحابته وتابعه من واله أخرج الإمام المنذري عليه رحمة الله وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال نبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار فيتكلم أي يوم القيامة يخرج عنق من النار فيتكلم يقول وكلت اليوم بثلاث أي هذا العنق لما يخرج يقول وكلت اليوم بثلاث بكل جبار عنيد ومن دعى مع الله إلها آخر وفي رواية ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير حق وفي رواية وبالمصورين قال فينطوي عليهم أي هذا العنق فيغذفون في غمراته والمتأمل في هذا الحديث يعني بيجد إنه في ثلاثة أصناف تتكلم النار بأن الله سبحانه وتعالى وكلها اليوم بهم يعني في ثلاثة أصناف يوم القيامة العنق لما يطلع بيقول ربنا وكلني الليلة بثلاثة أصناف وهذا ليس للحصر يعني ما الثلاثة أصناف لالبرعون لا في غيرهم لكن هؤلاء ارتكبوا جرائم عظيمة فاستحقوا دخول النار قال بكل جبار عنيد الجبار العنيد دز على الماء يقبل الحق ويصد يصد الناس عن الحق ويرفض الحق ولا ينقاد إلى الحق من إيمان وتوحيد واتباع وسنة فما بيتبع تلقاه بس راكب راسه زي ما أقوله عندنا وربنا قال في القرآن القياه في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخرة فألقياه في العذاب الشديد وقال الله تبارك وتعالى أيضا وقال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد في الآية الأولى الجبار العنيد عنده صفات القياه في جهنم كل جبار عنيد القياه في جهنم القياه في جهنم كل جبار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر وذج زيتان من الحديث قال ومن دعى مع الله إلها آخر وذي يوريك أن الشرك دعاء إلى الله عز وجل من أعظم الشرك ومن أكبر الشرك ربنا قال في القرآن ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر فدعاء غير الله تبارك وتعالى شرك بالله وكفر بالله والآيات في الباب ده كثيرة جدا التي تنهى عن دعاء غير الله لكن بعد يصر المتصوفة وأصحاب الطرق الصوفية إلا أن يدعون غير الله الصوفية شغالين مخالفة للقرآن الصوفي يقول لك والله البرع يحفظ القرآن البرع شغال مخالفة للقرآن يقول لك المكاشف برضو عنده تكية وعنده مسيد وعنده زريبة شغال مخالفة للقرآن وغيره من الطواغيت في البلد وغيره من الطواغيت لأنه هم الآن الذين يدعون الناس إلى دعاء غير الله القصائد موجودة وراقدة وتسمعها في البص السياحي وفي الكفتيرية وفي الركشة وفي أي محل تسمع القصائد بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم وغيره إنه بخطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله يسماعه ودي المصيبة ودي البلية الكبيرة في البلد ما في مصيبة وجريمة أكبر مما يدعو إليه الآن أهل التصوف والله الآن التصوف غايته أن يخرج الناس من عبادة الله تبارك وتعالى إلى عبادة البشر والقبور والأوثان والموتى والمقبورين دي غاية دين التصوف يجعلك عبد للقباب ويجعل الناس عبيد للشيوخ زي ما الآن في مقاطع منتشرة في وسائل التواصل واحد تجاني من السودان هنا مرك في المغرب هناك يدعو التجاني من دون الله يقول له حاجاتنا كلها خطينا بين يديك يا سيدي الشيخ أحمد التجاني يا نصل الرسول عليه الصلاة والسلام وكذاب ساي ما عنده أي علاقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له قد لانا مطالبنا كلها وحقيقة لانا التحقيق مؤكد يا سيدي أحمد التجاني أسهد عليك الله فيه فائدة ده مش العام الزحمة في الأفرام وعام الزحمة في الجزارات وعام الزحمة في المواصلات قال لانا الناس بتشتكي من الغلب وقالوا العيشة هتبقى بينه وانت شفت حاجة ما دام في صوفية العيشة الواحدة هتبقى بعشرين ما دام في صوفية فوجب على الدعاة الناصحين أن يحاربوا التصوف بكل ما أوتوا من قوة ده سوس البلد التصوف سوس السودان ما شفت الطوافة الثانية دي كلها بعض الصوفية لانه ده الناس حاربوا المولى تبارك وتعالى بأعظم ذنب وبأكبر جريمة وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى يازال الصوفية بيقى عندهم شرك في الربوبية ذاته والله يا بجاهل ما كان عنده شرك في الربوبية زي الليل أحقى الصوفية ده المرعي ما اسمعته قال مصطفى عركينة مع ودعالي المكروم وتتلفلات القلب العود مفهوم وقال له سلم يا ولد اهو ده القلب البد ولد يا ناس ده المؤخر البلد وده المعطر البلد وده المرجع البلد ده وره وده اللي تبجحوا قال له صلاح الدين ليوب كان صوفي ما في صوفي بيفتح بيئة المقدس والله شوف لمن تقوم الغيامة بيئة المقدس ده ما بحرره صوفي صوفي عنده عقيدة في مجد ده ما بحرر القدس والله لمن الغيامة تقوم لأن ربنا قال في صورة الكهف وما كنت متخذ المتخذ المضلين عضو فالذي يحرر القدس هم أهل التوحيد والسنة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن مبتدع ما بحرر أي شيء إذا أسه الآن صوفية الصوفية إذا فاتوا هناك مثلا قالوا ما شئنا إسرائيل أي صوفي عنده شيء أخبره أشغل لمن تكتم والزخيرة والأسلحة الدور ما هي زال عنده إله من أديو يا صابقياء ويا بطول عن حديد ويا رجال العلفون الأسرع من التلفون ويا البادراء ببقوا قراب ويا أداء لأبس له صبيطة من السلاح ديال بيحرر القدس والله ديال شفت بيت بتاع حيناي ما يحرره شفت بيت بيت مهجور مسكون ما يحرره خلي يحرروا القدس وكمان الجماعة التانين ديالك ما بحرروا القدس الأخوان المجرمين مما قمنا سمعنا حماس غزة حزبالات ودولة الممانعة وحسن نصر الله يتوعد اليهود وما يوم واحد فكوا طيقة واحدة في اليهود ديال حمير لليهود ديال حمير اليهود وبغال اليهود والأخوان المجرمين وغالهم ديال ما بينصروا للقضية ولا بينشروا دين صحيح عشان كده ما يتقدموا ولا يعني يفتح الله تبارك وتعالى على أيديه لأنهم خالفوا خالفوا سبيل النصر والتمكين وسبيل النصر والتمكين في التوحيد ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم زول قادة دي عقيدة ده ده مش فشل في أول نقطة زول عقيدته في المكاشف وزول عقيدته في هناك والجماعة بتاعنا الشباب اطلعوا رأس السنة طلعوا رأس السنة محتفلين بإعياد الميلاد ديال برضو ما بحرروا حاجة أسا كانت تخيل تخيل واحد بيحب ميسي بيحب لعب الكورة ميسي ده ومرة واحد قال الجماعة قال ما أقول هذا ميسي يخش النار ميسي بعد لعبه السمح ده يأذن ما يخش النار يموت كافر يخش النار ولا على كيف لكن لما تشوف العقول أسا لو ميسي كان مع جاشر إسرائيلين وفي واحد معجب يو من الجماعة اللابسين بناطلين ضيقة ومفلفلين شعرهم وقالوا ماشينا الجماعة قالوا ماشينا القدس يلا يلا وده كان بيحب هنا في السودان بيحب ميسي لو شاب ميسي مع جاشر يهود ده باقي لك بفيك فيه طريقة يو ميسي بي الحضر بي الحضر يا معلم يخش يقول له بتحبني يقول له بأحبك الله تعال بيا جاي والله في ناس بيتقلبوا بيا غادي لأنه ديال أسوة فنانين لعيبة وغيره فالصوفية الآن نشروا الشرك والباطل وأنا أنا وريك إنه الآن مصيبتنا وأكبر جريمة في بلدنا دي التصوف وعنده دعاة وغنوات وفيه غنوات جديدة والله غنوات جديدة القبة الخدراء وما عارف له غناة الغوام والفضائية دي كلها غنوات تروج للشرك والله يجد قبال الصباح والأمتين ما عارف جايبين الركين أبو نصارات داك وهذا الشغال فتاوى نجر قطع أخضر من رأسه علاقة لا من الكتاب ولا من السنة ولا في الإنجيل ذاته الركيني شغالي فتي والعباس مدح النبي عليه الصلاة والسلام والله أبيض سعر العباس ذاته لو سمعه يقول له بلغت الركين شفت كل العقيدة بتاعة الضلال والتصوف وأنه النبي كان نور وكان ما عارف إيه وكان قد قبل آدم عليه السلام دي كلها قال العباس مدح بها النبي عليه الصلاة والسلام دا الركين بتاع أبو آدم مربع ستة طلع له نجر قبل أيام قال الرسول جاء هناك في أبو آدم مربع ستة هو معه أبو الشيخ القبير وعازمه والتيخة وتلقاه في المنبر فاق ويقول له هذا رسول الله أراه أمامه طيب ما تنزل تخليه وخطب إنت كان الرسول في المنبر قدامك تتكلم إنت وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تلقاه يكوارك ويطحرقص ويطمرقص تقول لا خدت الله ونحل أجوه في جلابته دا شنو دا 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 بني آدم ونزارة والجماعة زال المزج مسجد زي الإقربات يا هزول مسجد شوفتها فنون شعبية بس زغاريت وشغل يا هزول الحاجات زاته عجيبة والله تمشي هناك تستغرب دا نادي بتاع فنون شعبية ولا من بر ووش أغال يا هزول قبل فترة طلع له مقطع قال بيحزر السعودية قال له الركيني يحزر السعودية أمشي هناك كده قده مش سايا مش هناك وعمل دجلك دا لو ما در تقولك رأسك تقول هناك في لعب هناك في السيف دا دجال طوالي بيقطعوا راسه برا فدي مسجد زي الإقربات أناس عندهم قنوات ينشر الباطل وينشر الشرك وتلقى بعض من من ينتسبوا إلى السنة عندهم قنوات وعندهم إزاعات وعندهم يعني صحف ومجلات ما يقدروا يتكلموا في الركين بيوضوح ما يقدروا يتكلموا في البرع بيوضوح ما يقدروا يتكلموا في اللي زارق بيوضوح وديك مفتخرين بعقيدتهم الخنجر يحلف قال عنده سبعين دليل إن الشيوخ بنزل المطرة الدينة واحد دليل واحد ولو من الإنجيل يا الخنجر يا كذاب يا مفتري واللي زارق يقول ما في مشكلة تقول مدد يا فلان ونظر يا فلان ينشروا العقائد دي والسلفي السلفي إذا أتكلم بعض الحزبيين يقول لي يا أخوة ما أقول لي يا أخوة والشغلة دي بيجي مشاكل واصلوا بيجي مشاكل شوف دعوة التوحيد دي دعيت لي التوحيد بيوضوح بتلقى هذا ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ربنا قال قال عن الصحابة قال هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا تقال الابتلاك كان في شنو في الدين وما نالهم الأذى ومن الكفار إلا لما صرحوا بدينهم وبعقيدتهم وكفروا بالأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم فالصالحون فالأمثل فالأمثل والأنبياء وجدوا ما وجدوا في نشر دعوة التوحيد والذل يكون حريص على العقيدة يتعلم وينشر ويدعو إلى التوحيد والعقيدة والله بلدنا دفاق دعاقيدة ودائر عقيدة ودائر توحيد لأن دعاة الشرك ودعاة الشر كتار جدا كتار جدا لا حصر لهم ولا عدد والطرق الصوفية وأدباع الطرق الصوفية لا يعلم عددهم إلا الله ودائرين أوضعنا تكون كويسة والبنزين بقى رخيس ولسه ما شوه إتقايش شفت حاجة لسه مادام في قباب تعبن من دون الله تبارك وتعالى ومادام في تصوف وفي شرك وفي أبدع وضلالات أصل ما نرجى خير ولا نرجى يعني إن ربنا يسر لنا مرة بل علينا أن نوحد الله وأن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام وندعو إلى ذلك ونحارب البدع والشرك والخرافات والمعاصي كلها لأن ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال ومن دعا مع الله إلها آخر الجزء الثاني الذي يستحق أو الصنفة الثاني الذي يستحق دخول النار ومن دعا مع الله إلها آخر وده عندنا راقد 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 لما نطمم البطن ذاته والله راقد بكترة ما عادية شيء في الشعر وشيء في القباب وشيء في العربات بأورا كل أنواع الشرك موجودة شرك مقروع وشرك مسموع وشرك مري لا في في البلد ما دام الشرك ده كله يحطم ويدمر في قلوب الخلق ويرجع الناس كلهم إلى إلى الله تبارك وتعالى ويعلقوا قلوبهم بالله فإن الله تبارك وتعالى يبتلين و بما كسبت أيدينا من الأعمال شكرا ربنا قال في القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قالوا من قتل نفسا بغير حق دي برضو جريمة كبيرة القتل بغير حق زي ما الآن بيسووا الدواعش والآن داعش سؤال منطقي الآن ما طبعا قالوا إيران مدورة إيران قالوا مدورة وأول حاجة نسأل الله سبحانه وتعالى إنه أهل السنة الفياء ربنا يحفظهم ويخرجهم منها لأنه في هناك من أهل السنة في أهل السنة هناك في يعني في مناطق في إيران في ناس يعني أهل السنة ما كل رافضة أما الرافضة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلهم بأنفسهم لأنهم أعداء أعداء الرسل وأعداء الصحابة وأعداء المؤمنين الصادقين عقايدهم عقايد فاشلة وعقايد باطلة عقايد كفرية عقايد ما أنزه الله بأنه السلطان أذول عقايد والله تسمع عقايد الرافضة لما شفتها جسمك كيش عندهم في عقايدتهم الرافضة عندهم في عقايدتهم إن القرآن الذي بين أيدينا محرف لحد ما في واحد طلع كتاب قال فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب واحد اسمه ما يعرف منه كتاب طبرص مطلع له كتاب قال يثبت فيه أن القرآن محرف وبيقولوا إن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا وبيقولوا أيضا أن علي ابن أبي طالب هو الذي يتولى الحساب يوم القيامة وكفر كثير وضلالات كثيرة عند الجماعة دين ما يعلم إلا الله وعندهم برضو دعاء غير الله زي حق الصوفية مش ديلك الصوفية عندنا هنا بقول مدد يا يا صابق يا ويا هذا النظوم الصليح يا غوم وما عارف ليك يا يا ودبدر من الفقر ديلك برضو عندهم يا حسين ويا علي بناد وغير الله عز وجل فالعقائد متشابه عقائد متشابه فوجب على الدعاة أن يبصروا الناس في أمر دينهم والله مجتمع ده فيه جهل كثير بالذات المجتمع السوداني والله لمن تلقى لك زوال كبير عمره فغل الستين أو فغل الخمسين زوال موحد على السنة تفرح فرح شديد لأنه دائما الموذل كم سبعين وكم ستين ده تلقى يا زوال أول حاجة يا عقلته في أمرحي يا عقلته في الزريبة يا في الشكينيبة ويا في أمم شركانبان ولا غيره من البقاع بتاعت الوثنية لكن من تلقى زوال كبير وعلى السنة وزوال الشايبة والله تسعى لي وربنا يثبته وتدعو الله تبارك وتعالى أن يعني يميته على التوحيد وإذا أحياه أن يحييه على التوحيد لأنه دي حاجة نادرة جدا حاجة نادرة جدا ونحن أي زوال في الحلقة دي والله من أعمامنا الكبار نشوف زوال كبير في السن والله لما نشوفه قاعد نحو الله بنخجل الواحد يتكلم لكن يعني نصحا للأمة وتبليغا لدين الله تبارك وتعالى بنتكلم لكن والله تفرح فرح شديد وتسأل الله عز وجل أن يجمعك بهؤلاء في جنة عرضها السماوات والأرض وعيدة المتقين فالإنسان إذا كبر في سنه فعليه أن يتمسك بدينه وأن لا ينجرف وراء الضلالات ولا البدع ولا الشعارات التي يروج لها أصحاب الطرق الصوفية وأصحاب الأحزاب حتى يلقى الله تبارك وتعالى بعقيدة صحيحة وبتوحيد خالص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث والكلام كثير وأنا ما أصلا ما جاء يتكلم والمجال للمشايخ إن شاء الله نقدم شيخنا الفاضل أبو أحمد أبو بكر محمد أحمد فليتوضى المجزين مع جوله السلام عليكم